واحنا قررنا من السبت اللي فات ان احنا نبتدي شيء اسمه التمهير الزواجي يعني ايه التمهير الزواجي مالوش دعو بالمهر لكن التمهير الزواجي ان احنا نكسب المشاهدين ونكسب حياتنا وكل من اراد ان هو يحسن حياته الزوجية مهارات هذه المهارات تساعدوا على انه يتحسن في حياته الزوجية ومبنية على هرم الحب هرم الحب بيقول ايه هرم الحب الحب اللي هو جامع ما بين المواده والرحمة وكمان السكينة اللي ذكرها مولانا سبحانه وتعالى فات سورة الروم ايه بقى الحكاية دي احنا قلنا ان الحب اللي بيعيش به الازواجي الحب الحياتي الحب الحقيقي ان الحب عندما يكون الحب حقيقة وليس الحب فكرة ولا الحب تخيل لكن عندما يكون الحب حقيقة ايه لما يكون الحب حقيقة بنعمل ايه الحب بيكون اربع اضلاع الضلع الأولاني هو ضلع في الحقيقة يتعلق بمسألة الأمان وإحنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن مهارة التأمين الزواجي ثم الاهتمام ثم الاحترام ثم التقدير والنهاردة هنتكلم على مهارة إحنا سميناها مهارة الاهتمام الزواجي إزاي يبقى الزوج مهتم وإزاي الزوجة تبقى مهتمة وإنتوا بتسمعوا كتير كلام كتير عن الاهتمام هو مش مهتم بي وأنا عاملة زي قطعة الأساس في البيت وساعات هو لو كان مهتم كان سأل هو لو كان مهتم كان عمل إزا الاهتمام دي حاجة أساسية في مسألة الجواز وذلك هو الضلع أساسي في مسألة الجواز وكأن بعد الأمان عايز توصل وتكمل في مشروع الحب لازم ندخل على مسألة الاهتمام إيه اللي بيحسس الزوجين إن مفيش اهتمام زواجي يعني إيه اهتمام إنك تحسس الزوج إن الزوج يحسس زوجته والزوجة تحسس الزوجة إن هم مهمين إن هم حاجة لها قيمة كبيرة في حياته ودوة مهمة جدا 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 ليه؟ كل واحد لما بيجي يتجاوز بيتجاوز ليه؟ بيتجاوز عشان في الحقيقة يحس إن هو أضيف إليه حاجة تفتح عليه أبواب السعادة وهي كذلك لما بتتجاوز هي بتتجاوز وعشان كده هي بترفع سأفتها وقعتها ليه؟ لأن هي عايزة القيمة دي تفتح لها باب السعادة وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها يعني إيه؟ يعني فيه قيمة إضافية فيه نعمة فبيبقى مشكلة لو أحد الزوجين حس إن هو مش نعمة أو إن هو ربنا سبحانه وتعالى ما فتحش عليه وداله نعمة وعشان كده إيه اللي بيحسسنا بعدم الاهتمام في الزوج؟ فيه سبع حاجات بتحسسنا بعدم الاهتمام في الزوج أول حاجة الإهمال إيه الإهمال ده؟ إن الواحد يحس إن هم مهمل ولا حد بيسائل فيه ولا حد بيشوفه والإهمال ده على فكرة بيأكل مشاعر الزوجين تاني حاجة على طول الانشغال يبقى عند أول حاجة الإهمال تاني حاجة الانشغال ودايماً بيبقى فيه مبرر جاهز خصوصاً عند الرجالة أصد أنا الشغل واخدني وأنا ما عنديش وقت وهي برضو عندها شغل البيت واخدني فأنا ما عنديش وقت فالتنين منشغلين أنا عارف الكلام ده ما بقدرش أفهمه لما افتكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي وكان مهتم بزوجاته وإزاي كان هو في عملي في مهنة أهله يعني بيخصص وقت الأهل بيته فإزاي ما حدش يجي يقول لي إنه هو منشغل فأنا مش قادر أفهم إن الزوج والزوجة بيقولوا لي إنه هو منشغلين لقد ما حد يزعل أرجوكم ما حدش يزعل لكن أنا بقول لكم إيه اللي بيحصل لما يحصل الإنسان يحس بإنه هو ما لهش اهتمام مش مهم في البيت لما يكون فيه إهمال ولما يكون فيه إنشغال ولما يكون فيه نسيان ننسى الحاجات المهمة بقى ننسى بعض الزكريات المهمة ننسى بعض الأشياء التواريخ المهمة ونقول برضو الإنشغال يجيب نسيان فلما ينسى تاريخ ميلادها ينسى تاريخ الجواز ينسى إن هي بتحب الحاجة الفلانية ينسى إن فلان دوت كان هو دوت اللي جاملنا في زواجنا نسيان يحس إنه هو مش مهم وينسى الزكريات المهمة الحاجة الرابعة لهجران إنه يهجروا بعض ويا سلام لما هجران يطول يحس إنه هو مش مهم ما لما ما بيسويش حاجة عنده وعشان كده هجرني ودي حيلة مشهورة جدا جدا عشان المتخصمين يحسسوا بعض بأهمية بعض إنه يبعد عشان هي تحس بأهميته والله ما بيحس غير بإنه هو مش مهم الحاجة الخامسة في الحقيقة التأخر التأخر في الترضية التأخر في إنه هو يستجيب للحاجة التأخر الحاجة الخامسة التأخير هو يعمل الحاجة بس إيه اللي يحصل يأخر الحاجة يأخر الحاجة ليه عشان ما تحسش إنه إيه إن كل حاجة عايزها تطلب بسرعة فيتحس إنه مش مهم فالحاجة لما تجيه في غير وقتها إيه اللي حاصل ما يبقاش ليه أهمية وما تحسش بطعمها رقم ستة الحاجة مهمة جدا 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 هي مسألة إيه يبقى التأخر كان رقم خمسة رقم ستة التأخير رقم سبعة والأخيرة الأنانية والبخل يا على الأنانية والبخل لما الواحد يبقى أناني ويبقى بخيل وأنا خليت لتنين مع بعض لأن الأنانية كمان بتعمل بخل في المشاعر في إيه اللي حاصل؟ فيحس إنه هو مش مهم خالص في شريك حياته وإنه أهم حاجة هو نفسه يجيب لبس نفسه فيحس إنه هو مش مهم الطرف الآخر يجيب أكل نفسه يهتم بنفسه يهتم بالشياكته يهتم بكذا فالطرف الآخر يحس إنه هو مش مهم السبع حاجات دولة اللي هم الإهمال، الإنشغال، النسيان، الهجران التأخر والتأخير وكمان الأنانية والبخل الحاجات السبعة دولة في الحقيقة هم اللي بيخلوا الأزواج في الغالب يحسوا إنه هم ما لهمش أهمية طب نعملي بقى